الحقيقة الحادثة اللي حصلت كانت حادثة مروعة العربية ماشية بسرعة جنونية على طريق الجلالة لفتاة بعد كده عرفنا لفتاة لكن خلينا نشوف الفيديو اللي رصد هذه الحادثة الاول وريونا كده شباب ويعني الصوت بس بقى واضح وحنا بنكلم برضو مع الناس بحيث نوريهم ايه اللي حصل في شاب هو راكب العربية بتاعته هو هنا ماشي في الاتجاه في عربية حضراتكم شايفينها كده قدامه قدامه شوية هو مفروض ماشي في الاتجاه المعاكس بس ماشي في نفس اتجاهه يعني مفروض العربية جاية والعربية اللي هو بيصورها يعني رايحة كده معاه ماشي معاه هو ماشي بعربيته على 170 فالعربية اللي قابله اللي هي قدام حضراتكم كده قدام شوية هي في الحارة التانية اللي هي مفروض عكسي بس هي ماشي بسرعة اكبر من 170 تقريبا يعني كسر العداد هو قاعد يتابع العربية اللي ماشي وقاعدة فادي هي العربيات ماشية بسرعة جنونية لحد ما بتيجي يعني دخلين اهو على انه بتفادي عربية وبعدين بتصطدم بيه سيارة اهو 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 يعني هو ماشي على 170 هي ماشي اسرع او يعني ماشي اسرع لحد ما بيحصل الصدام ما بينها وبين عربية جاية في الاتجاه المخالف هو طبعا قاعد يعني هو مش متخالي مش عارف ايه اللي بيحصل ده او ايه اللي هو بيتابعه قدامه لحد ما العربية اه يعني بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذ انك عاوز يصور رقم عاوز يستغيث اهي يعني الحد اهي حد حصلت الحدث بعد كده هو نزل صور العربية اللي عملت هذه الحدث الفيديو هنا ما يقولناش اي حاجة يعني ما يقولناش اي حاجة ما يقولناش اي حاجة ما يقولناش ايه اللي حصل هي الزملاء في موقع صادة البلد اه اشتغلوا على هذا الموضوع وقالوا انه هزي الفتاة اللي يعني توفيت في هذا الحدث اسمها ايمان نايل وهي ابنة الدكتور محمد نايل اه وبيقولوا تم العصور على ورقة صادرة من معمل التحليل بها اثار حروق مكتوب بها داليا هلال هلال شاطة عبد المحسن وقالت لهم المصادر ان التحقيقات اه بينت سير الفتاة عكس اتجاه في طريق دولي سريع وان السير يتجاوز السرعة القانونية على سرعة 172 في طريق عكسي وعلى طريق دولي سريع مما يثبت تعمد اصرارها على الاضرار بالتعمد بالانتحار والاضرار بارواح الغير وتعريض حياتهم للخطر الخبر بيقول كمان في صدى البلد اكدت شهود عيان خلال التحقيقات التي تجري بامن السويس انه قبل وقوح حدث التصادم بثواني مرت الفتاة بجوار اكثر من سيارة ملاكي وتفادت مرورهم متجاوزة الحارة اليمنى وفي النهاية قررت واختارت سيارة نقل لاحداث اكبر ضرر ممكن به واختارت الفتاة ان يكون التصادم في الجزء الايمن والسفلي للسيارة النقل حيث يقع خزان الوقود تانك الجاز مما تسبب في حدوث انفجار في السيارة النقل وتدمير واشتعال سيارتها وتدمير السيارة النقل بالكامل وتعمدت اصابة قائدها وتعريض حياته للخطر المصادر قالت ان وقوع الحادث بسبب اختيار طريق خاطئ عكسي او السير العكسي كما ادعى البعض او تعطوا المثبت السرعة او دواست الوقود مؤكدين اه كان بامكانها ابطال محرك السيارة او تغيير اختيار ناقل السرعة الوضع ان حتى تنخفض سرعة السيارة حتى وضع التوقف والتزامها بالحارة اليمين على الطريق العكسي لتفادي السيارات القادمة منعا لي التصادم الحكاية اي يا جماعة انه المشهد اللي انا شفناه قدامنا الحادثة زي ما حضراتكو كده شايفين في بعض الناس اللي علقوا على الفيديو قالوا عصد طريق الدولة ده مفيش فيه يوتيرن قريب فهي كانت ماشى بسرعة عشان تحاول توصل لأي يوتيرن وترجع تان لكن هذا الكلام للأسف ليس صحيحا لانه كان فيه اسرار قالوا انها تفادت عربيات ملاكي تقريبا عاوزة تصطدم به عربية كبيرة عشان يعني يبدو انها قررت انها تتخلص من حياتها الصديق خالد ابو بكر كاتب على صفحته بعض التفاصيل بيقول انه فتاة حادث طريق الجلالة التي توفيت اليوم وهي ايمان نايل 21 سنة نجلت ووحيدت الدكتورة عزة ابو العنين والدكتور محمد نايل ابنة اخت الاستاذ الدكتورة مونة ابو العنين وابنة اخت الاستاذ الدكتور حسام ابو العنين وبيقول هو انه المرحومة انتحرت بعد اكتشاف انها تعاني من مرض السرطان اللهم عافينا يا رب في النهاية في النهاية ليه بنقول هذا الموضوع وممكن الناس تقولك يعني انتوا بتنشروا الصورة وبتقولوا الخبر لانه الناس ممكن تمر بظروف صعبة صعبة ومرض صعب فممكن تقرر انها تتخلص من حياتها هروبا من الالم بيبقوا الناس دول محتاجين الناس حواليه ربنا ارحمها يا رب يعني لا احد يعلم ظروفها ولا الضغوط اللي مرسط عليها لكن زي ما حضراتكو شايفين الحد الحدسة كانت عاملة ازاي انه العربية على يعني خلاص تجاوزة ال 170 كيلو ورايحة ليه انه تصطدم بحاجة جديد ربنا ارحمها ويصبر اهلها يا رب ويتجاوز ربنا عن خطأ ربنا ارحمها ويصبر اشتركوا في القناة